تعالوا نتحدث بالعقل نعم الكويت كانت قضاء تابع تابعا للبصرة في يوم من الأيام ولكن الأهواز هي الأخرى كانت عراقية فلماذا لا يطالب الباكون اليوم على السيادة الوطنية بإعادة الأهواز إلى أصحابها بالمناسبة لواء الإسكندرون كان سوريا والموصل وبغداد والبصرة عثمانية تابعة لتركيا لتركيا مرة ولإيران مرات وبلاد فارس كلها كانت ولاية عربية 21 سنة في حياة الخليفة عمر بن الخطاب وبقيت 88 سنة في زمن الدولة الأموية و 524 سنة في زمن الدولة العباسية والعراق كله كان مستعمرة بريطانية وتايوان صينية وأوكرانيا روسية وأمريكا مستعمرة بريطانية وكندا بريطانية ولبنان سورية وفلسطين مستعمرة بريطانية والضفة الغربية أردنية وغزة مصرية والجزائر الفرنسية ومصر تركية ثم فرنسية ثم بريطانية والهند جوهرة التاج البريطاني وباكستان هندية وبنقلادش باكستانية والسلسلة طويلة لا تنتهي فإذا أقررنا منطق عودة التابع للمتبوع والفرع للأصل وأردنا أن نعيد التاريخ إلى الوراء عشرات أو مئات السنين بعد كل ما حدث من تغيرات وتبدلات سياسية وجغرافية وإثنية وثقافية وحروب وغزوات وثورات تحرر فمعنى ذلك أننا سنغرق العالم في بحار من دم طم لن يعود الزمن إلى الوراء رغم كل شيء وحرب أوكرانيا مثال على قلة العقل والحماقة فبعد كل القتال والحرق والتدمير والتخريب فأوكرانيا لن تعود لروسيا لا اليوم ولا غدا ولا بعد عمر طويل وأمامكم أهل الصين الوطنية تايوان وإصرارهم على رفض العودة إلى الوطن الأم إلا على جثث أبنائهم وبناتهم وهونغ كونغ هي الأخرى صينية الأصل والفصل ولكنها بعد أكثر من مئة وخمسين سنة من التبعية لبريطانية أعادتها الحكومة لبريطانية إلى الصين ولكن شعبها اشترط للعودة نظام بلد واحد ونظامان مختلفان ولم تستطع الصين من عام 1997 وإلى اليوم أن تغير طبيعة هونغ كونغ السياسية والاقتصادية والثقافية والمزاجية وعجزت عن ترويض هذه القطعة الغنية الفتية المتمردة من بلادها وشعبها وبالتالي فإن عودة الكويت إلى العراق وهي تبدو مستحيلة في ظل النظام الدولي القائم والعلاقات المتجددة الكونكريتية بينها وبين دول العالم الكبرى والصغرى معا لن تتم إلا بإرادة الكويتيين الحرة المستقلة غير الخاضعة لأي ضغوط خارجية من أي نوع ومن يريد تحقيق عودتها بالقوة كما فعل صاحبنا أبو عدي فعليه أي يجهز نفسه لدمار آخر وخراب جديد وكل كلام في هذا الموضوع هو مجرد هرتقة وأحلام يقضة والأماني طبعا رأس مال المفلسين